مثل مجموعة الحل لهذا النظام من المتباينات لدينا Y أكبر من X ناقص 8 و Y أقل من 5 ناقص X دعونا نقوم بتمثيل مجموعة الحل لهذه المتباينات ومن الضروري أن يكون لها مجموعة حل أو مجموعة من الأعداد أو مجموعة من الإحداثيات التي تحقق كل منهما لذا دعوني أقوم برسم المحاور هنا هذا هو محور الـ X وهذا محور الـ Y والآن دعونا نقوم بتمثيل حدود المتباينات الأولى إذن حدود هذه ستبدو كأنها Y تساوي X ناقص 8 ولكن لن يشمله لأنه سيكون أكبر من X ناقص 8 لذا دعونا نقوم بتمثيل X ناقص 8 إذن تقاطع Y هنا هو ناقص 8 عندما X تساوي 0 ستكون Y تساوي سالب 8 إذن ستكون سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 سالب 8 إذن هذه سالب 8 ستكون النقطة 0 وسالب 8 على الخط والميل يساوي 1 ويمكنني كتابته كـ 1X إذن الميل هنا سيكون 1 يمكنني أن أرسم الخط ليستمر من هذه النقطة أو أن أقول أن تقاطع X إذا كانت وعد تساوي 0 فإن X يساوي 8 إذن 1 2 3 4 5 6 7 8 والميل يساوي 1 إذن حيث انتقلت إلى اليمين بمقدار 1 سترتفع إلى أعلى بالمقدار نفسه إذن سيبدو هكذا ولكن هذا الخط الثابت يمثل هذه المعادلة ولكن في المتبينة ستكون قيمة Y أكبر من ذلك الخط ولا تشمله إذن نريد أن نمثل فقط حدود ذلك الخط دون أن تشمله دعونا نقوم بذلك بنفس اللون هذا ما سيكون عليه هذا الخط والذي يمثل هذه المتبينة إذن هذا هو الخط يمثل حدود هذه المتبينة وهذه Y أكبر من X نقص 8 إذن نختار قيم X بحيث تكون فيها قيم Y أكبر من هذا الخط إذن كل قيم Y ستكون أعلى ذلك الخط لكل قيمة لX معطاة إذن ستكون تلك المنطقة أعلى الخط الموجود هنا بشكل عام فإن إشارة الأكبر تعني أعلى الخط وإشارة أقل من تعني أي قيمة أسفل الخط ولكن حتى تتأكد يمكنك أن تبحث ذلك يمكنك أن تجرب أي قيمة مثل صفر وصفر ويجب أن تكون من مجموعة الحل إذا قلت صفر أكبر من صفر ناقص 8 وأن صفر أكبر من سالب 8 هذا سينجح دعونا نجرب شيء يمكن له أن يوجد هنا مثل 10 وصفر ونرى إذا كان سينجح 10 ناقص 8 يساوي 2 والصفر ليس أكبر من 2 فعندما تجرب أي شيء هنا فإنك ستجد أنه ينجح لكن بشكل عام يمكنك أن تقول هذا وهو الخط الفاصل وهذا أكبر من الخط لأي قيمة لx معطى الآن دعونا نأخذ هذه دعونا نأخذ هذه خط الحدود له سوف يكون y تساوي 5 ناقص x إذن الخط لهذه سيكون y تساوي 5 ناقص x إذن مرة أخرى إذن عندما x تساوي 0 ستكون y تساوي 5 إذن 1,2,3,4,5 ومن ثم لها ما يساوي سالب 1 إذن يمكننا أن نكتبها بهذا الشكل y تساوي سالب 1x زائد 5 هذا مرة أخرى تقاطع y والميل يساوي سالب 1 أو الطريقة الأخرى التي يمكن أن نفكر بها هي عندما y تساوي 0 ستكون x تساوي 5 إذن 1,2,3,4,5 إذن عندما تتحرك إلى اليمين بمقدار 1 سوف تتحرك إلى الأسفل بالمقدار نفسه ولدينا الميل يساوي سالب 1 إذن سيبدو هكذا ومرة أخرى سأرسمه كخط متقطع أنا سأرسمه كخط متقطع لأننا نريد إيجاد قيم الحل المتباينة y أقل من 5-x وليس يساوي 5-x فهذا الخط المتقطع هو حد هذه المتباينة سيتم رسم ذلك الخط ليكون غير متقطع إذا كان يساوي ولكن إشارة هنا أقل إذن لأي قيمة لx هنا هذه x-5 تقع هنا على الخط ونحن سنهتم بقيم x التي تقع أسفل الخط إذن نحن سنهتم في كل شيء يقع أسفل هذا الخط ومرة أخرى يمكننا أن نشرب أي قيمة على جانبي هذا الخط 0 و 0 0 أقل من 5-0 هل 0 أقل من 5؟ نعم صحيح ويمكنك أن تجرب شيء آخر يقع هنا مثل 0 و 10 وترى إذا كان سينجح حسنا 10 أقل من 5-0 لا هذا لا يحقق المتباينة إذن هذا يمثل كل شيء أسفل هذا الخط وما يمكننا قوله هنا أن مجموعة الحل لهذا النظام هي كل قيم كل قيم x و y أو نقاط الإحداثيات التي تحقق كلتا هتين المتباينتين معا إذن هذه المنطقة المضللة تحقق المتباينة الثانية وكل المنطقة المضللة بالأخضر تحقق المتباينة الأولى والمنطقة التي تحقق كلتا هما معا هي المنطقة التي يكون فيها تداخل هذه الخطوط بالألوان المختلفة سأقوم بتضليلها باللون الأزرق أجعلها مضللة أكثر هذه المنطقة التي تتداخل فيها كل من هتين المتباينتين أسفل الخط الأرجواني من الجهة اليسرى وأعلى الخط الأخضر من الجهة اليمنى إذن هذه المنطقة تتداخل فيها هتين المتباينتين إذن هذه المنطقة فقط حيث لا تشمل الخطين أراكم في العرض القادم